اشتركوا في القناة نبدأ على بركة الله بالتمرين الاول التمرين الاول يقول اكمل العمليات الحسابية الاتية المفروض هذه العمليات ستكون ثاكه للطفل او نقطة مضمونة لازم يكون العمليات هذو لازم يكون عنده شيء سهل نبدأ على بركة الله بالعملية الاولى 7 زائد 3 كم يسوي 10 قلنا دائما نكتب الوحدات ونحتفظ بالعشرات اين نحتفظ بها نحتفظ بها في العدد الموالي حسبنا 7 اما لا نحتفظ بها هنا عند العشرات اذا 4 زائد 1 كم يسوي 5 زائد 2 يسوي 7 9 زائد لا شيء اذا يسوي 9 نذهب للعمل الموالية 2 زائد 9 قلنا يسوي 11 الوحدات هنا والعشرات هنا 8 زائد 1 9 9 زائد 3 يسوي 12 اذا نكتب اثناني الوحدات اي نكتب العشرات نكتبها في الرقم الموالي 6 زائد 1 يسوي 7 سيكون ايضا الطرح 4 ناقص 2 يسوي 2 6 ناقص 1 يسوي 5 8 ناقص 7 يسوي 1 الطرح بدون استلاف لان الاستلاف سيكون في الفصل الثالث ثم الان نذهب الى 80 الثاني 80 الثاني وضعت هناك احتمالين احتمال اول انه يكون ارقام ونكتبها بالحروف وحروف نكتبها بالاقام اذا 627 كما ننطقها نكتبها 600 اذا نكتب 6 مائة وسبعة وعشرون وسبعة وعشرون هنا 303 هنا مكش عشرات اذا 303 800 هو واحد ثمان مائة وواحد ايضا سيكون هناك النصف والضعف قلنا في النصف نصف 68 نستطيع ان نضع نصف 8 هو 4 نصف 6 هو 3 لكن لما يكون هناك عدد فردي مثل 76 6 هو 3 لكن نصف 7 لا نعرف او لا نستطيع اذا من الافضل هذا الطريقة خاطئة علاها خطش صالحة مع بعض الارقام وغير صالحة مع ارقام اخرى الافضل ان نضع التفكيك لانه ايضا يكون ربما احتمال انه سيكون تفكيك في احد المواضيع قلنا نصف 68 اذا نكتب هكذا 68 كم تساوي 10 20 30 40 50 60 و 8 اذا نصف 10 هو 5 5 5 5 5 5 5 نصف 8 هو 4 اذا 10 20 30 34 اذا نصف 8 يوستون هو 34 30 ضعف 73 قلنا في الضعف نجمع الرقم مع نفسه 73 زائد 73 3 زائد 3 يساوي 6 7 زائد 7 يساوي 14 اذا نكتب الوحدات هنا والعشرات مع النجوة نحتفظ بها اذا نكتبها هنا مباشرة 146 اذا نضع في 73 هو 146 نصف 54 قلنا واش نديروه في النصف نقوم بالتفكيك 54 تساوي 10 20 30 40 50 ثم نضيف الوحدات هي 4 اذا هنا نصفها 5 5 5 5 5 5 واثناني اذا 10 20 25 27 اذا نصف 54 هو 27 وعشرون الان نذهب الى الدرس التمارين الموالي وهو تمارين الساعات هنا لدينا ساعة محور الدقائق محور او عقرب الدقائق عقرب الساعات هنا ايضا عقرب دقائق عقرب الساعات هنا صباح المساء وهنا الصباح او نجد مساء او نجد صباح يقول لنا اكتب الساعة اكمل الفراخ قلنا دائما ننظر الى داخل الساعة هذه الارقام اللي داخل الساعة هي وشنو هي ارقام الساعات اذا العقرب السغير يشير الى الداخل نقرأ العقرب الصغير هنا ثمانية لكن قال مساء لما يكون مساء نضيف بقلم الرصاص ونكتبون في الواحد هي 12 هنا 13 هنا 14 هنا 15 16 17 18 19 20 إذن نكتب 20 وعقرب الدقائق كم يشير؟ يشير إلى الخارج أرقام خارجية مازال نكتب نهاش إذن نكتب أرقام خارجية هنا 0 هنا 5 هنا 10 هنا 15 هنا 20 هنا 25 وهنا 30 إذن كم هي الثامنة وثلاثون دقيقة الآن نذهب إلى الساعة الموالية قلنا نقرأ داخل الساعة قال في الصباح إذن هذه هي الأقام نفسها كم هي الساعة؟ قلنا عقرب الصغير يشير إلى الداخل السادسة إذن 0 6 السادسة وكم من دقيقة؟ إذن العقرب الطويل يشير إلى الخارج كم هنا الخارج؟ إذن هنا 0 5 10 15 إذن يشير إلى 15 فهم؟ أيضا ربما سيكون عني الزوايا قائمة عين الزوايا القائمة الزوايا القائمة نعينها لما نشوف الشكل بدون أن نستعمل أي شيء نشوف في كل زاوية وننظر إذا كانت تشبه المربع أو لا تشبه المربع قلنا هذا مربع إذن زواياه كلها قائمة المستطين أيضا زواياه كلها قائمة المثلث ننظر كل زاوية على حدة هذه الزاوية تشبه المربع أو تشبه المربع إذن تشبه المربع إذن زاوية قائمة هذه لا تشبه المربع هذه أيضا لا تشبه المربع ثم في الجهة المقابلة في الشكل الأخير هذا الشكل هل يشبه المربع؟ لا هذا لا هذا لا كلها لا تشبه المربع إلا هذه الزاوية تشبه المربح بإمكان تلميط أيضا أن يأخذ معه كوس أو أن نعطيه عفوا ورقة وينظر إلى هذا الشكل هذا الشكل هو عبارة عن زوية قائمة طرف الورقة هو زوية قائمة طرف الكتاب هو زوية قائمة كل هذه الأشكال هي عبارة عن زوية قائمة نستطيع النظر إليها ونظر إلى الشكل الآن نذهب إلى التمانين الرابع أو الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية وضحتها ربما تكون عن العملة احتمال كبير أن تكون للعملة الوطنية التمانين يقول يملك أحمد 647 دينارا اشترى كتابا ب325 دينارا كم بقي له إذن نجيبه مسودة أحمد هذا أحمد شحال عنده أحمد عنده 647 دينارا اشترى اشترى كتابا ب325 إذن زاد الدرهم عنده ولا نقصه إذن نقص لأنه اشترى إذن نكتب 600 600 47 ناقص 325 كم تساوي 7 ناقص 5 تساوي 2 4 ناقص 2 تساوي 2 6 ناقص 3 كم يساوي 3 إذن ننزع سيغة سؤال نكتب بقي له شحال 322 دينارا قال مثل ما بقي عند أحمد على شكل قطع وأوراق نقدية إذن نمثل هذا النقود المثلون في الشكل هنا إذن كم يوجد من مئات 300 إذن نرسم أوراق نقدية فئة 100 دينار ثم كم يوجد من عشرات 20 إذن نرسم فئتين أو فئة واحدة من فئة العشرات أو فئتين من فئة 10 10 أو فئة واحدة من فئة العشرون دينار إذن نكتب 10 10 ثم دينارين الوحدات معناها واحد واحد إذن أيضا دينار واحد وهنا دينار واحد ننتقل إلى الشطر الموالي قال أراد شراء لعبة ب 212 دينارا أحط بالمبلغ الذي يعطيه للبائع شهل مد للبائع إذن اللعبة 212 نمثل وكم يوجد من مئات 200 إذن نحيط بالمئات كم يوجد من عشرات عشرة واحدة إذن نحيط بفئة العشرات أيضا كم يوجد من وحدات وحدتين واحدتين إذن 2 وحدات نحيط بالوحدة هكذا يكون خلصنا هذا التمرين ربي وفقكم ورفقوا ليداتكم إن شاء الله إن شاء الله يجيبوا معدل الشباب وفرحكم ويفرحون إن شاء الله إلى هنا كل خاص معنا الفيديو تعنانيها اليوم انتظرونا في فيديوهات لاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا